فوائد وطريقة تحضير علاج الكركم والعسل الطبيعي إن الجمع بين الكركم والعسل ينتج علاجا طبيعيا يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا تعمل على تقوية دفاعات الجسم كما يعتبر أيضا مضاد حيوي طبيعي قوي لذا فإن هذا الخليط يدمر أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب المرض إن الميزة التي يتمتع بها هذا العلاج عن الأدوية التجارية هي أنه لا يسبب أي آثار ضرة بفلوراء الأمعاء المفيدة كما يحتوي على كمية كبيرة من مدة البوليفينول والفيتامينات والأملاح المعدنية وله أكثر من 150 استخداما علاجيا والتي تشمل علاج للاضطرابات الالتهابية وأنواع مختلفة من مرض السرطان في الطب التقليدي القديم الأيوفيدا ببلاد الهند يستخدم هذا العلاج لمحاربة أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الفيروسية ولكن أيضا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات فقد ثبتت فعاليته بالنسبة للمرض الذين يعانون من التهاب المفاصل والنقرس من أهم فوائده أيضا ما يلي القدرة على مكافحة مسببات الأمراض مثل الجرثومة الرزمية والجرثومة الغفاقية والجرثومة الودية وبكتيريا إكلوستريديوم يحمي الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف يزيل السمومة من الجسم يقلل من التثير الضر لبعض أنواع إدوية السرطان التخفيف من الأعراض المتعلقة بإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي يمنع التهابات المسارك البولية يخفف من قرحة الاثنى عشر يقلل من الكوليسترول القدرة على تحسين عملية التمثيل الرذائي للدهون طريقة تحضير علاج العسل والكركم إذا كان لديك أي من المشاكل الصحية السابقة فإنه يجدر بك تجربة هذا العلاج لتقوية فاعلية الدواء الذي تستهلكه وتسريع الشفاء ولكن من المهم أن نوضح أن هذه المكونات يجب أن تكون عضوية بنسبة 100% للحصول على كافة الفوائد المكونات أربع ملعقة كبيرة من العسل النقي 100 جراما واحد ملعقة كبيرة من الكركم 10 جراما الإرشادات أضف ملعقة من الكركم إلى أربع ملعقة من العسل النقي وصب الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلقة بتقليب الخليط عن ضمان تجانس المكونات طريقة الاستهلاك كعلاج وقائي ننصح بتناول ملعقة طعام واحدة من هذا المزيج قبل الإفطار كل يوم إذا كان لديك نزلة برد يجب عليك تناول نصف ملعقة صغيرة كل ساعة طوال اليوم في اليوم التالي قلل الجرعة بمقدار النصف وخذها كل ساعتين استمر العلاج لمدة ثلاثة أيام أو ربما أطول قليلا حسب حدة الأعراض تأكد من ترك الخليط في فامك حتى يذوب تماما إذا كنت تعتقد أنه شديد بالحلاوة يمكنك إضافته إلى كوب من الماء الدافئ أضاواتا منه وخففها الأكل العسل يعتمد على نوع الزهرة فعسل زهرة شجر السدر لا يتبلور وكذلك عسل الغابة السوداء لكن عسل الأزغار للشجيرات الصغيرة يتبلور كعسل إكليل الجبل والمجرى والبرسين والتبلور هو علامة جودة العسل والبعض يظنها سكرس نعايا نقطة وبالمناسبة أغلى أنواع العسل عسل المجرى وإكليل الجبل وعسل السدر النقط كما ننصح الذين يستخدمون العسل في معالجة المرض باستخدام العسل المتبلور دون بسطرته أو تعريضه لأي عملية تسخين لأن تسخين العسل أو رفع درجة حرارته من شأنه تفكيك الأنزيمات وتحطيمها وكذلك تخرب الماء الأكسجيني فيتحول العسل إلى مدة غير نافعة حقائق مهمة تناول هذا العلاج وأي جاءه يحتوي على الكركم إذا كانت مشاكل المرارة إذا كنت حاملا أو مرضعة فيجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج يمكن أن يتدخل الكركم مع تأثير أدوية سيولة الدم رجع طبيب المختص إذا كانت تتناول أدوية للقلب والدورة الدموية تجنب أخذ هذا المنتج إذا كان قد تقرر إجراء جراحة لك في وقت قريب ترجمة نانسي قنقر